يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول ما أهمية اقتران العلم بالعمل حيث إننا نرى بعضا يحرص حرصا شديدا على طلب العلم ويهمل جانب العبادة فلا يحسن أداء صلاته من ركوع وسجود ولا يهتم بالسنن الرواتب لا شك أن العلم مرتبط بالعمل والعمل ثمرت العلم فإذا لم يعمل صار مثل الشجر الذي ليس له ثمر مش فائدة الشجر الذي ليس له ثمر وهذه طريقة اليهود أنهم أخذوا العلم وتركوا العمل كما أن طريقة النصارى على العكس أخذوا العمل وتركوا العلم وقالوا العلم يشغل عن العمل وعن العبادة وهي طريقة الصوفية هذا طريقة الصوفية يقول لا تعلموا يجيكم العلم تلقائيا عليكم بالعمل والعبادة لأن طلب العلم بيشغلك عن العبادة وهكذا يقولون طريق الصحيح سراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم ودين الحق هو العمل الرسول بعث بهما جميعا نعم